ونحن بنعرف أيام العياد هي فرصة للقاءات، فرصة للزيارات، فرصة للمعمول وراث العيد والأكلات الطيبة يا هادي يوم في أشخاص كتير بيتبعوا نظام غذائي معين بأيام العيد أكيد باعدوا عن هذا النظام في أشخاص بيتبعوا حمية غذائية بسبب أمراض مزمنة بيعانوا منها أيضا خلال فترة العياد في كتار مننا أو من هدول الأشخاص باعدوا عن هيئة الحمية بسبب الأكلات الدسمة، بسبب الأكلات الحلويات بشكل عامي هذا الشيء له تأثير جدا سلبي على الصحاء العامة أكيد رشاق خلينا نخصص الأطفال اليوم نتيجة العشوائية بأكل الحلويات والأكلات الجازة والطيبة عم يصير عندهم العديد من الأمراض الهضمية هذا عدد الأكل اللي بيكون ممكن يصير فاسر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والصيف اليوم رح نعرف أكثر مشاهدينا شو هي الأمراض الهضمية خلال فصل الصيف وشو هي التغذية السليمة والنظام الغذائي السليم تفاصيل طبية مهمة مع ضيفتنا اللي صارت معنا دو من الأستوديو اختصاصية التغذية صفا أحمد صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح خير ست صفا أكل عام وانت بألف خير سعد لي صباحك وصباح كل شي عمي شاهدنا من خلال قناتكم وكل عام وانت بألف خير إن شاء الله يعني هو ما بيخلى الأمر لكن لازم دائما يكون في عنا توازن هذا الشيء اللي نحن بننصح فيه مرضانا متابعينا الناس بشكل عام طبعا أنا اليوم حابة أني أنا من خلال هاي الفقرة المهمة جدا بالنسبة للمشاهدين اللي هني ناطرين بأحر من الصبر يعني أنه ياخدوا معلومات دقيقة معنا خصوصي بموجة الحر القائمة فترة العطلة الصيفية اللي هني هني هلأ فيه حالات استجمام رحلات ممكن تكون على الساحل على البحر على الجبل بالإضافة للمسابح أكيد اليوم فيه تحذيرات جدا مهمة لونه نحن اليوم عم نحكي عن فصل الصيف ونحن عم نشار بارتفاع درجات حرارة كتير كبير هذا الشي عم يسبب أمراض للناس خلينا بداية نفصل معك بالحديث ست صفاء ونروح لأهم الأمراض اللي ممكن يعاني من الأشخاص خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة هلأ نحن ممكن نشوف كتير من الأمراض اللي بيتعرضوا للأشخاص فممكن تكون عنا أمراض جلدية أمراض هضمية أمراض تنفسية بالإضافة لالكتير بيعانوا منه هي أن الأمراض الهضمية هي عنا كلمة متلازمة مع كل الأشخاص هو التهاب الكولون أنا عندي الكولون متشنج هنا ما بيعرفوا أنه هو سوء سلوك في عمليات التصرف بالغزاء فمن الأمراض أيضا المزمنة اللي ممكن تصيب الأطفال ونحن عم نشاهدها خلال حياتنا اليومية هي في شيء اسمه أذن السباح أو الأكزيما أو ممكن طفح جلدي ممكن يكون عنا رشح الأنفلونزا اللي هو منقول نحن بالصيف بيكون أشد منه في الشتاء لكن لازم نعرف نحن الطرق الوقائية والعلاجية لمثل هاي الأمراض حتى إذا كنا في نزهة في سيران نعرف شو نستحب معنا لتلافي مثل هاي الأمور أو هاي الأمراض اللي ممكن تصيب أطفالنا أو حتى الكبار بالعمر أيضا بالإضافة لا أنا دائما بركز على الغزاء اللي هو سبب الداء والدواء فمنقول من النظام الغزائي اللي دائما الإنسان لازم يكون على تواصل معه وعلى تطبيقه بشكل صحيح وبشكل يومي يعني يصير معنا سلوك حياة سلوك حياة يومي هيك الإنسان ما بيشعر به إنه هو مجبر على الدايت أو إنه بيصير فيه عنده زيادة وزن فسلوكنا اليومي وعدم الإفراط في تناول الوجبات الدسمي وخصوصا بمثل هاي الأجواء هو اللي بيساعدنا على الحفاظ على سباة الوزن يلي كتعب بنصح فيه مرضايي إنه ننتبه إنه نحن بفترة الأعياد لو أخذنا فيه بده يكون ضمن المعقول وضمن المستطاع إنه نحن ما نتخطى الحد الأعلى من السعرات الحرارية اللي نحن لازمتنا خلال اليوم تماما اليوم يمكننا كل شخص بيحب أكلة معينة عنده أكلة مفضلة ولكن اليوم خلال فترات الحر يمكن لازم نحن نبعد عن أكلات معينة وبنفس الوقت نحن نتناول شي في تصحتنا خبرينا أكتر شو هو الممنوع وشو هو المسموح خلال فصل الصيف بالنسبة للمواد الغذائية اللي المفروض نحن نتناولا خلال فترة الصيف هي اللي بتشعرنا ببرودة الجسم مثلا ممكن يكون عندنا أو اللي منشعر إنه نحن عندنا ارتفاع حرارة عالي المفروض ناخد البطيخ الخس الخيار الألبان إذا كانت وجبة غذائية دسمة ما في مشكلة إذا أخذنا نحن منوزع بين وجبة الفطور ووجبة العشاء إنه تكون وجبة الفطور أي نوع من أنواع الفطور لكن بدون الخبز تمام؟ وجبة العشاء ممكن تكون كوب لبن أو منشان اللي عم يحضرنا خارج البلد إنه هو الزبادي يعني اللبن الياغورت تمام؟ فهي ممكن تكون وجبة عشاء ليلية منه بتهدى الأعصاب وبنفس الوقت إنه بتعطينا برودة للجسم بالنسبة للسوائل أكتر أنواع الفواكه يلي هي بتشعرنا بالبرودة التوت الكراز وهذا هلأ موسمو بالإضافة للبطيخ إذا بنا نجي للوجبات الدسمة يلي الناس المفروض تبتعد عنها هي المقالي الشوي وبيقولوا أنه المفروض نحنا ناخد مشوي لكن حتى تناول وجبة الغداء لازم يكون بفترات معينة هلأ أنا حاب بركز على شيء اسمه الساعة البيولوجية للجسم لازم كل الناس تعرفها هي إنه جسم مثل الآلة بكل ساعة من ساعات النهار عنا عضو من أعضاء الجسم هو عم يتحرك فنحنا بهاي الفترة بدنا نعرف شو بدنا نعطي هذا العضو خلال النهار من مواد غزائية أو حتى إنه نحنا نوقف الوجبات الغزائية نهائيا وخصوصي بفترات الليل هذا اللي عم يتجأ له الناس هلأ أنه هنه يمتنعوا كل النهار ويأكلوا بفترات الليل فهن عم يمنعوا جسمهم من التخلص من السموم يلي بتتم بين الساعة 11 والساعة 5 صباحا فهون نحنا بدنا ننبه عليهم أنه لما نقوم نحنا في عنا تشنجات بالكولون الناس عم تعاني من حالات الإمساك الشديدة هذا لأنه نحنا عم نعطل الجهاز الهضمي بالفترة الصباحية ما بين الساعة 5 والساعة 6 لذلك توقيت الوجبات ضروري وأساسي في حدا بيقول أنه أنا ما بفتر بيعتمدوا وجبة واحدة أحيانا غلط هلأ هاد غلط سلوكيا نحنا بنقول لهم لا تأكلوا لحتى تشعروا بالجوع لكن خلال هاي الفترة بده يكون في عنا سناكات منعتبرها أو وجبات تكميلية اللي هي وجبات خفيفة أو المفروض نحنا بالحر الشديد نتبع نزام اللقيمات اللي هو أنه نحنا ما منشعر بالإشباع بشكل كتير كبير ما منشعر بالتخمة نقطة مهمة جدا أنه نحنا لازم ندخل السلطات الأكلات الباردة يلي نحنا منشجع عليها دائما اللي هي السلطات الخضار الفواكه هاي الأكلات ممكن أنه تعودنا نحنا عن الأكلات الدسمة والوجبات الجاهزة المفروض أنه أي نوع من أنواع الأكلات الطيبة الشبسات الملونات بالنسبة للأطفال أنه نحنا نبعدهم عنا ونوجههم باتجاه العصائر الطبيعية بالإضافة للوجبات الغزائية المفيدة لألون خلال النهار حتى ما يصير في عنا مثل ما عم نشوف أنه دكاترة الأطفال عندهم يعني مراجعات شديدة لكن برجع بقول الأم هي طبيب طفلة المفروض أنه تقوم بوضع نظام غزائي خاص مو من شأن الدايت لكن من أجل المحافظة على طفلة بشكل سليم هلأ في خطوات مهمة جدا لازم نحنا نحكيها اللي هي أنه أنا أول ما في أمن النوم بالفترة الصباحية ولازم تكون بالفترات الأولى الصباحية لازم نتناول كوب الماء الدافئ مع عصرة ليموني ممكن ناخد الديتوكس المرافق لألنا خلال النهار لازم نعرف قديش احتياجات جسمنا من الماء في ناس بتقولك أنا بشرب خمسة لتر طب أنا هلأ احتياجي خمسة لتر هون نحنا بدنا ننتبه أنه هاي في خطورة على الجسم شو معيار اليوم بالنسبة الصحيحة هلا من شان يستفاد الكل مننا طبعا كل شخص يعرف قديش وزنه يضربوا بثلاتين تمام فبيطلع معنا نحنا عدد اللترات اللي لازمة باليوم برجع بكرر عمرك ضرب وزنك فبيطلع معنا نحنا عدد اللترات اللي المفروض نحنا ناخدها هاي من شان كل شخص يعرف قديش هو احتياجه للماء خلال اليوم لنخفف حرارة الجو الجو للماء خلي ثقافة الماء بإيدنا اللي هي النينة الماء بشكل دائم حتى ما ننساها ممكن حدا بيقولك ما عندي رغبة كتير خلينا نوضع فيها شيء يشعرنا بالانتعاش يشعرنا بالبرودة اللي هو ممكن يكون طرنشات الليمون النعنى لخيار هذا كله بيشجع على أنه نحنا نشرب السوائل بكميات كتير كبيرة طيب ستصفاء اليوم يعني اللي عم تحكي ناس كلها يعني خلينا نقول لهوا معلومات عامة ولكن في نقطة ذكرت يا أنه الجسم هو ساعة بيئة النهاية وبكل ساعة في عضو بيئة الجسم عم بيتحرك مفروض إحنا نعطي حقه ولكن في عنا جزء كبير أو النسبة الأكبر من الأشخاص هنون وظائف أصحاب عمال بيطلعوا من بكير بيجوا آخر نهار ممكن يأكلوا وجبات سريعة ما عندهم أو هنون غير قادرين أصلاً يلتزموا بهذا النظام الغذائي شو هي الخطوات لهذه الأشخاص اللي نحنا قادرين أنه ولو بنسبة كتير بسيطة نعود هذا الجسم المتعب هلا نحنا طبيعة العمل ما بتتحكم فينا بوجباتنا لكن ممكن يصير في عمليات استبدال يعني وجبة اللي عم يطلع بكير من الساعة ستة أو سبعة صباحاً خارج منزل المفروض يكون أنا حكيت أنه فيه توقيت خاص للوجبات ما بين الستة والتسعة الوجبة الفطور لازم يأخذوها الأشخاص اللي بيتأخر نحنا ما أخذناها اليوم هاي من الأخطاء اللي بتسبب حالات إمساك عند الأشخاص بيعانوا منه فيه ناس بتنام لساعة معاش وحدة فأيضاً بيعانوا من حالات الإمساك منيجي من حدد نحنا بين الوجبة والوجبة المفروض يكون فيه ست ساعات إذا أنا طبيعة عملي ما تسمح لي إني أنا أكل وجبة أساسية في عنا بدائل ممكن يكون عنا سناكات اللي هي بتمدنا بالفيتامينات ممكن تكون سناكات اللوز الجوز إذا قلنا أنهم غاليين وباهظين السمان رح نقول نحنا ممكن أنا يصير في عمدي ثقافة البوكس تمام ونوضع فيها فواكه معينة ونستحبه معانا سواء كانت بالحقيبة أو بالسيارة أو حتى بالمكتب اللي نحنا موجودين فيه ما نعود بالمواد السكرية والأكلات الشغلة والسريعة نصرنا نعود بالبسكوتي الصباح والساموني الصباح وكلها يعني هلأ هاي نقطة كتير غلاص اللي هي إنه نحنا لما منبدأ نهارنا مع فنجان القهوة بقطعة بتيفور أو قطعة حلويات أو سكريات صناعية هون نحنا عم نرجع سكر الدم عنا فعم يصير في عنا تعب وإرهاق خلال النهار هاد الشي اللي عم يخلي الإفراط في زيادات الوزن عند الأشخاص لذلك منقول خلينا نبدأ نهارنا بتفاحة ممكن ثلاث حبات تمر ممكن يكون مثلا من الأنواع اللي موجودة أو متوفرة عنا بالمنزل تماما سبسفة ببداية حديثنا مع حضرتك ذكرتين عن مرضى الكولون العصبي لشنون اليوم بيحاجة لنظام غذائي وممكن تتأثروا كتير بالأكل طيب بالنسبة للي عندهم أمراض مزمنة بشكل عام إن كان ضغط سكري قلب خلينا نوضح اليوم كيف ممكن ينتبهوا على صحتهم أكتر يبعدوا عن المشاكل الهضبية شو النظام الغذائي اللي لازم يتبعوا خلال الصيف كتير حلو هلأ خلال هاي الموجة اللي نحن موجودين فيها أول شيء المفروض يهتموا ببرودة جسمهم يلبسوا ملابس خفيفة بالإضافة لأنهم يتواجدوا بمكان بعيد عن أشعة الشمس حتى ما يسيبون إرهاق يعني هنهم بيضلوا بحالة خمول كل فترة النهار كل النهار خصوص اللي عندهم مرض السكر أو ارتفاع بضغط الدم فلذلك المفروض الترطيب بشكل دائم أنهم يلبسوا ملابس خفيفة قطنية ما يطلعوا بعد الساعة عشرة خارج المنزل عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر المفروض إذا نحن اضطرنا حسب طبيعة عملنا المفروض نستخدم قبعات نضارات شمسية حتى نحن نتلافى أشعة الشمس وما نتعرض لها بشكل مباشر بالنسبة للغذاء لأي شخص سواء كانت أمراض مزمنة أو غير مزمنة أول شيء المفروض هو يظل متابع مع الطبيب المختص اللي هو متابع عنده ضمن التعليمات يأخذ الأدوية بشكل صحيح وبمواعيدها المفروض أنه نحن نفيء بالفترات الصباحية نعمل نصف ساعة الرياضة حصريا هذه نصف ساعة الرياضة اللي كتير يعانوا مننا الناس أنه نحن ما فينا لكن قبل الساعة سبعة أو ستة المفروض يكونوا هنين راجعين من درس الرياضة الصباحي هذه نصف ساعة بتساعدهم على النشاط بكامل اليوم بالنسبة للغذاء حسب كل حالة مرضية ونوع المرض اللي هنين يعانوا منه فالمفروض يكون فيه تحديد لنوعية الغذاء المناسبة الخاصة فيهم أكتر شي نحن نقول إذا شعر الشخص بارتفاع ضغط الدم فأبسط عامل في ناس بتتجه للسكريات بمبونة مي وسكر طبعا هاي من الأخطاء اللي بيرتكبوها لأنه نحن إذا نخفض عنا السكري أصعب من ارتفاعه كمان فبنا نعرف كيف نعالجه هي عملية تهدئته ووضعه بغرفة مظلمة يشعر بالهدوء ببرودة الأطفال أهم نقطة أنه نحن بهاي الساعات وكتير عم يسمعوني وقالوا لي إياها أنه نحن كل خمس دعايق منفوت تحت الدش فلازم نعمل دش خفيف بماء دافئ نبتعد عن المي المثلجة وعن المثلجات والبوزة لأنهم باعتقادوا أنها تبرد القلب هي طيبة أكيد لا غنى عنها لكن المي المثلجة أو الباردة جدا مؤزية وما بتشعرك بالشبع أبدا بتظلي أنت محتاجة لما أكثر يعني ما بتبرد لنا قلبنا مثل ما بيقولوا بالعامية فلذلك المفروض نحن نهتم بكمية السوائل إعطائهم نصائح هامة للغذاء الهام بالنسبة للأمراض المزمنة لا يمكنني أن أحدث عن الأغذية لأن كل المرض لديه غذاء خاص فهذا جباري كل طبيب يكون عاطي لمريضه المفروض يكون عاطي لمريضه نظام غذائي الأغذية الممنوعة والأغذية المسموحة لكن أنا كأخصائية تغذية بقول الإنسان يجب أن لا يمتنع عن أي شيء بالحياة وخصوصي بمواسمه لكن دائما نأكل بحصص كم حصة مخصصت لنا من الفواكه من اللحوم من المواد البروتينية من البقوليات بشكل يومي هيك نحن ما نكون أخذنا حاجتنا ونقوم بالرياضة اليومية مع النظام الغذائي الآن السبايا بالكنترول مصرين على موضوع الحلو أنه بدون يأكلوا حلو ما في مشكلة هلا أنا رح أحكي لنصيحة وصحتين وهنا وكل ياتنا أكلنا حلويات من شان اللي رحنا زبرنا عندهم ما ينقضونا لكن باكل بكميات محدودة بالإضافة لأنه بفكروا أنه إذا أكلنا قطعت حلويات وشربنا وراها وماي نحن راحت راحت نعود مرة تاني بطع تاني طبعا نحن دخلنا سعرات حرارية عالية على الجسم هون ضرتنا أكثر زادت نسبة الدهون بالجسم إذا نحن ما قمنا بالرياضة وحرق هذه السعرات اللي دخلت لجسمنا مناخد فيه سلوك منقلهم إذا كانوا ضمن نظام أو حمية غزائية وإجت فترة العيد شو بدنا نساوي دكتورة بالعيد فمنقلهم نحن نتعود سلوك حياة حتى لما تتركوا أخصائي التغذية لتحافظوا على وزنكم نحن كنا يومين فري وحسنا حالنا أنه نحن كتير خبصنا بالأكل أو تخطينا الحدود فأنا بعمل عقوبة لنفسي 3 أو 4 أيام في عملية تنظيف الجهاز الهضمي تنظيف الجهاز الهضمي اللي إلنا هو سببه اللي بيقولوا التشنج الكولون أو التهاب الكولون أو عندي إمساك شديد لازم نفيق بالفترة الصباحية بين الساعة 5 و 6 نتناول وجبة الفطور الأساسية اللي لازم نحن ناخدها هلأ بالنسبة لجماعة أو للناس اللي عندها أمراض مزمنة لازم يكون تناول وجبة الفطور قبل الساعة 6 ونص صباحا هلأ بالنسبة للحميات منكمل أنه لازم يعملوا عقوبة والكل اللي بيعرف كيف هي العقوبة ممكن نحن نطفى بالمي والتفاح بالإضافة للسوائل هاي ما بمتنع عنا أبدا كيف هي التفاق المي والتفاح يعني اليوم؟ يعني نحن نقول لهم مخصص باليوم للشخص كيلو ونص تفاح فيه ناس بتستكتره فيه ناس بتجوع لكن هاي لس ممنوع يعكل أي شيء تاني بالتفاح؟ ممنوع يعكلوا أي شيء آخر أنا بعض اللبن أحيانا ممكن نحن نكتفي باللبن لكن بدنا ناخد كوب على الفطور كوب على الغداء كوب عشاء أنا بدأ يكون خالي الدسم بدنا ننتبه والأكل ممنوع من الغذاء لننظف الجهاز الهضمي ويتصير عملية التنضيح والاستقلاب عنا بشكل صحيح عند كل مريض أكيد بالختام سيد صفاء شكراً إليك ولوجودك الحلو معنا لليوم ولكل النصائح يلي قدمتيا إن شاء الله كل حدث عمانا يكون استفاد من حضرتك يعني إن شاء الله نحن أنا دائماً بتمنى أني هيك بحسة فترة بسيطة جداً عنا كم هائل من المعلومات اللي لازم الناس تكون عندهم ثقافة ثقافة حياة يتعودوا عليها بشكل دائم حتى نحافظ على صحتنا وجهازنا الهضمي وأجسادنا وجماليتنا كمان لأنه جمال الشخص بشكله الخارجي وشكله الداخلي أكيد سيد صفاء هي هيك خطوات صغيرة مثل ما عم نقول منرجع نتعود على أسلوب حياة صحي يعني مثل ما عم نتعود على أشيء الخطأ شكراً لحضرتك اليوم وبدي أرجع عيدك خليلي يا هيك شاء الله كل عم أنت بخير وكل شيء عم يشاهدنا بألف خير يا رب أهلا وسهلا فيك